اشتركوا في القناة يقول ابن القيم رحمه الله وان سألت عن يوم المزيد وزيارة العزيز الحميد ورؤية وجه الله المنزه عن التمثيل والتشبيه كما تواتر عن الصادق المصدوق المقلفي اما المنادي ينادي يا أخل الجمة إن ربكم تبارك وتعالى يستزيركم فحي على زيارته فيقولون سمعا وطاعا وينهضون إلى الزيارة مبادرين فإذا بالمجائب قد أعدت لهم فيستون على ظهورها مشيعين حتى إذا انتهوا إلى الواد الأفيح الذي جعل لهم موعدا وجمعوا هلاك فلم يغادر الداعي منهم أحدا أمر الرب تعالى بكرته فنصب هلاك ثم نصبت لهم منابر من نور ومنابر من لؤلؤ ومنابر من زبر جد ومنابر من ذهب ومنابر من فضة وجلس أجلاهم وحاشاهم أن يكون فيهم دني على كتبان المسك حتى إذا استقروت بهم مجالسهم واطمأنت بهم أماكنهم نادى المنادي يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا موعدا يريد أن ينجزكم يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكم فيقولون ما هو فيقولون ما هو فلم يبيض وجوهنا فلم يسق الموازين لنا فلم يدغلنا الجنة ويزحزحنا للنار فبينما هم كذلك إذ سطع لهم نور أشرقت له الجنة أرفعوا روسهم فإذا الجبار فإذا الجبار جل جلاله قد أشرق عيهم من فوقهم وقال يا أهل الجنة فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم وقال يا أهل الجنة سلام عليكم يا أهل الجنة سلام عليكم ويتجلالهم الرب يضحك سبحانه وتعالى ثم يناديهم ثم يناديهم أين عبادي أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني أين عبادي أين عبادي أين عبادي الذي تعطاعوني في الغيب ولم يروني هذا يوم المزين فيجتمعون على كلمة واحدة أن قد رضينا فارضعنا أن قد رضينا فارضعنا لا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا